دشنا محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع علي العمل بعدد من مشاريع تأهيل ورصف طرق وشوارع مدينة عدن والتي تأتي ضمن المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن والتي مولها البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع واليونيبس والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي مليون ستمائة ألف واثنين وأربعين دولار وبإنشراف الوحدة التنفيذية في صندوق سيانة الطرق حيث قام محافظة عدن بتدشين العمل بمشروع صيانة شارع القلوعة بمديرية التواهي بطول ثمانمائة وخمسين متر وكلفة إجمالية ثلاثمائة وسبعين ألف دولار كما قام محافظة عدن بتدشين العمل في مشروع صيانة الطريق الممتد من قولة حجيف إلى النفق الصغير بمديرية التواهي بمساحة خمسة كيلو متر وبتكلفة إجمالية ثمانمائة وواحد وسبعين ألف دولار وفي مدينة البريقة دشن سالمين العمل في مكروع صيان الطريق الخيسة كود النمر بطول 2140 متر وبتخلفة إجمالية 400 ألف دولار وحثى محافظ عدن الجهات المنفذة على الالتزام بشروط الاتفاقيات والتنسيق مع الجهات الخدمية يضمان نجاح وإنجاز المشاريع في الموعد المحدد وبدقة عالية مشيدا بدعم الجهات المانحة وكل من البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونيبس على دعمهم وتمويلهم للعديد من مشاريع البنية التحدية في مدينة عدن خصوصا في مجال رصف وتأهيل عدد من الشوارع والطرق الرئيسية